من جوبا ينضم إلينا نور الدائم ماطاها مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان وعضو وفد التفاوض سيد نور الدين هل يصير الاتفاق الترتيبات الأمنية بسلسة تؤهله بالفعل للتوقيع عليه اليوم نعم أسمح لي أولا أن أهني الشعب السوداني وأهل دارفور ومناطق الهامش بصورة قاصة لهذه العملية وإنجاز عملية السلام وهو اتفاق تاريخي بيختلف عن كل الاتفاقيات السابقة من هيس مقاطبتها لجزور الأزمة وودي حلول لها وبهذا الاتفاق سينتقل السودان إلى مرحلة جديدة ويطوي صفحة الحروبات وبهذا الاتفاق سيكون السودان سودان جديد حقيقة بعيدا عن كل أنواع الحروبات فيما يقتص بالترتيبات الأمنية وهو أهم ملف شائق جدا نحن اتفقنا على عملية الدمج وعلى تشكيل قوات قاصة لحماية النازهين واللاجئين في دارفور يتكون من قوات الحركات المصلة وقوات الدعم السري والجيش السوداني والمقابرات والأجهزة الأمنية والشرطة هذه القوات مهمتها أن تساهم في بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية واستدباب الأمن في دارفور هل من السهل هذا العمر؟ يعني مسألة دمج الحركات المصلحة في الجيش السوداني هل من السهل إتخاذ هذه الخطوة؟ نعم السودان محتاج إلى دمج هذه الجيوش كلها في جيش واحد تنالك جيش للقوات المصلحة السودانية وجيوش الحركات والدعم السري وقيرها من الجيوش نحن اتفقنا على دمج هذه الجيوش كلها في جيش واحد في فترة 15 شهر ومن ثم أن تبقى هذه الجيوش المضمجة في دارفور ومن بعد 40 شهرا أن تنتقل هذه الجيوش ويتم إعادة انتشارها في السودان وتم تشكيل مجلس عالى لمطابعة هذا الأمر برئاسة برهان ورئيس هيطة الأركان ورؤساء الحركات المصلحة لمطابعة وتقييم عملية تنفيذ الاتفاك خاصة اتفاك الترتيبات الأمنية و40 شهرا هي قابلة للتمديد عملية الدمج ستكون بصورة سلسة وبالشكل مطلوب لأنها تختلف الدمج في الفترات السابقة وعملية السلام كلها تختلف عن عملية السلام في الفترات السابقة لأنها قائمة للثقة بين الأطراف المتفاودة وهي كانت عملية حوار أكثر من التفاوض بمقاطبة الأطراف كلهم واعترافهم بالوضي الجديد في السودان نحن نعتقد أن السلام عملية السلام التي حدثت في جوبا برعاية دولة الإمارات العربية ونشكر بهذه المناسبة كل الدول التي شاركت فيها دولة جنوب السودان قامت برعاية هذه الاتفاقية وبذل الجهد كبير جدا وكذلك دولة الإمارات العربية لرعايتها لعملية السلام ودعمها للسلام ودولة تشات أيضا شريك أصيل في هذه العملية بذل جهدي كبير جدا جدا وهذه العملية نتجت إلى سلام حقيقي هذه السلام هذه العملية مختلف تماما عن اتفاق دوها وان اتفاق نفاشة وان كل الاتفاقيات التي فشلت في تحقيق السلام